اشتركوا في القناة المنشأ يكون بالتأكيد شخص او اثنين لكن التبني يكون من شعب كامل او من شعوب يعني بعد ان ينشأها واحد او اثنين من هذا الشعب تنتشر لتفقد خصوصية او انتماءها للشخصين وتكتسب انتماء شعب او شعوب كاملة وذلك التبني يستمر لعشرات بالمئات السنين ليصبح ذلك العمل جزء من ذاكرة اجياء ورمز من تعبيراتها الحسية والعاطفية والانفعالية فرح حزن غضب حوب كره رقص نواح وما الى غير ذلك في هذا الفيديو معانا عمل من هذا النوع اغنية من الفلكلور لكن باعداد بسيط للموسيقى اصبحت خطوة نجاح وصعود مهم الى مستوى اعلى لفنان كبير كان اصلا هو نجم وفنان كبير وهو الفنان سعدون جابر ثم كان خطوة مهمة ودرجة ارتفاع جديدة ولنجومية اوسع للفنان الرائع ماجد المهندس بعد تحديث موسيقاها وتداولها اصوات مهمة عبر فترة طويلة خاصة بعد ظهورها بصوت الفنان سعدون جابر تداولها العديد من المطربين لكن كان اخرها واهمها تحديثا وتسجيلا وتصويرا هي للفنان ماجد المهندس اما في برنامج عراق ايدل فقد غنتها دلال كريم باسلوب مقارب جدا للفنان ماجد المهندس وبنفس التوزيع الموسيقي الذي اعتمد عندما قدمها ماجد المهندس الاغنية من مقام الصبا الجميل مع تحويلة كلاسيكية مستخدمة كثيرا في مقام الصبا داخل بنية او مساحة الصبا وهذه التحويلة تكون من جنس العجم حيث ابتدأ الدلال بغناء فالت للاغنية ولا اعلم لماذا بالحقيقة لم تستعين بجزء من طور المحمداوي الرائع للفنان سعدون جابر بشعره لزهيري الرائع والزهيري هو قالب شعري مهم جدا وواسع الانتشار في العراق يتكون من سبع ابيات ثلاثة بتلاثة وواحد اخير الثلاثة الاولى نفس النهايات تكون نفس الكلمة لكن بمعاني مختلفة الثلاثة الثانية تكون بكلمات متشابهة ثلاثة توم لكن مختلفة عن الثلاثة الاولى والبيت الاخير تكون الكلمة الاخيرة هي نفسها كلمة الابيات الثلاثة الاولى وهنا في هذه الاغنية يقول شعر الازهيري الروح لما علت للشوق دنيتها مع ذا وعن حبكم ما يوم دنيتها وجراس الاشواق لذنهواي دنيتها راحت لكم واصبحت لودادكم تهوى لا تحوجوها تحب الغيركم تهوى وحيث النفس ما تذل الا لمن تهوى والغيركم ما وحق الله دنيتها المهم دلال عملة فالت للاغنية والفالت مثل ما شرحنا سابقا هو نفس لحن الاغنية لكن بدون ايقاع مع حرية التصرف للمطرب او المطربة او المؤدية او المؤدية بتطويل النغمات او تقصيرها وحرية اختيار اماكن القطع في الغناء صوت دلال بالحقيقة فيه مسحة الارض والبيئة يسحبك الى البيئة بيئة الاغنية باهوارها بباديتها وعفوية الاحساس فكان الدخول جميلا جدا واخاذا لكن فيه كلمة عيني رغم الترلات الجميلة الا انها كانت منخفضة عن التون ونشوف الفيديو الاول اتفضلوا يا ريام الواردة الشط العرار من هدب عاني لصوغ الاجزاء تعيد بعد ذلك دلال الجملة بنفس الجمال مع ترلات باسلوب عمالقة الغناء الريفي في الواردة كما في كلمة الواردة ولكن جملة من هدب عيني كلها الحقيقة غير مبنية على التون الصحيح اي ان الجملة منخفضة عن طبقة الاساس ببعض الكومات ولكن هي ممكن تحسسها بشكل واضح تفضل نشوف الفيديو بعد هذه الجملة يظهر بشكل واضح جنس العجم على الفا او جهار قاها مع ملاحظة ان طبيعة الصوت النسائي اكثر حدة من الرجالي يعني يظهر وكأنه تتغني باكتاف اعلى لانه صوتها حاد احد من الرجال وهذه طبيعة يعني من الخلقة او من طبيعة البشر انه دائما يظهر الصوت النسائي كأنه اعلى من الصوت الرجالي باكتاف فهنا تحس انه التون هو ماهوران اي جواب الجهار قاها وطبعا الصبا هنا في غناء دلال هو على الري او الدوغا فكأنك تسمعه ري محير فأدت العجم بشكل رائع ومتقن مع ملاحظة كان هناك نشاس في لو مشت لكن العودة للصبا كانت خاية في الجمال والروعة والاتقان فضل نشوف الفيديو ثم تدخل بشكل جميل دلال في الاغنية مع ايقاع رائع وبدخول متقن ومبهج مع اني ارى بوضوح انها كانت غير مركزة على كثير من النغمات التي اظهر فيها انها غير مستقرة لكن الاداء بجملته كان جميلا جدا جدا تفضلوا نسمع رغم جمال نبرة الصوت عند دلال لكن لا اعلم لماذا دائما هناك عدم تركيز واضح واضح اذا تتابعون كل الغناء هناك عدم تركيز على درجات الصبا حيث يغيب الوضوح لجنس الصبا كما ظهر الخلل في الهبري لكن التكنيك الجميل في لابسة الثانية كانت غاية في الجمال يعني هي مدى تركز على دقائق الامور وهذه دقائق الامور جدا مهمة لانها تسمى النغمات الحساسة اللم تكون واضحة جدا خاصة في انتقالات نغمية ايضا حساسة بنفس المستوى او المساحة تصير هذه التغييرات وهي تونات بسيطة قد تصل الى ربع تون او احيانا ثلاثة اربعة تون يعني تكون حساسة جدا اذا لم يكن الضغط عليها بالصوت بشكل صحيح والوصول للتون راح تغيب شخصية المقام خلونا نشوف الفيديو تفضلوا لابس الهبري وقالبت وقالب يابعات زوج العيوني والقالب لابس الهبري وقالبت وقالب لازم نوضح المقام لازم نوضح أو خلي نسميه الجنس لأنه مكتم الأكتاف هذه الأربعة أو خمس تونات سواء كان جنس أو عقد لازم تكون واضحة تونات به ثم يأتي جنس العجم في روحي عن دربي تايسلاك القلب وهنا طبعا هي غنتها لا يسلاك القلب وهذا خطأ طبعا هذا خطأ في اللفظ أو أصلا خطأ في الجملة لغويا فالأولى تايسلاك القلب أي حتى يسلاك القلب تايسلاك القلب يعني حتى يبتعد عنك القلب أما الثانية التي غنتها دلال لا يسلاك القلب أي لكي لا يبتعد عنك القلب لكن الأداء كان جميلا خاصة برجوع الصباح مع أنك كيف هي أدنى من التون في أعلى نغمتها يعني أعلى نغمة في كلمة كيف ناصية أو واطية عن التون وهذا طبعا في الموسيقى هو النشاز تفضل نشوف الفيديو رغم جمال الأداء وصوت دلال الرائع ومع هذه الإخفاقات لا بأس لكن كنت أتمنى أنه العمل يظهر أكثر يعني يظهر قابليته أكثر يعني يكون مثلا الطور غنته ولو جزء من عنده حتى يبين قابليته أكثر أما هذه الأغنية فالحقيقة يعني أعتقد أنه اختصرت الكثير من قابليتها إضافة إلى أنه أغذتها بسهولة وعفوية فحتت عندها إخفاقات كثيرة في ألتون بالنسبة للتعليقات فالتعليق الأول كان لسيف نشوف ونرجع نتفضل نهم نحن بالبداية كفنانين لما نقيم ناس استوها طالعة بالفن على طول الأسهل علينا أن نسمعهم يغنون الموال أولا من الجميل والعلمي والمنطقي أن لا يكون هناك تعميم يعني من عمم يعني مو صحيح أنه نقول إحنا كفنانين هذا التعميم كان الأفضل ما يكون موجود والأحسن أنه يقول أنا كفنان يعني يتحدث عن نفسه لأنه الحالة ليست بالضرورة يعني متفق عليها من جميع الفنانين من كل الفنانين وهذه مشكلة دائما الواحد من يتكلم وعلى مشاهد الناس الكثيرة أو الملايين من الناس لازم يتكلم عن نفسه ويتحمل مسؤولية نفسه وما يحمل الآخرين شغلة هو يعتقد أنه هي صحيحة ثم قال الأسهل للتقييم هو الموال هذا صحيح لكن ليش يعني شنو هي وجهة النظر في أنه الموال هو الأسهل في أنه واحد يعرف يقيم هذا الصوت زين أو مو زين هذا فنان موهوب أو غير موهوب خلونا نشوف الفيديو تفضلوا أسهل من الأغنية الأغنية تكون بها إيقاع وشي يضيع شوية عندنا الفراسة بصوت الفنان فعلى طول سمعة أفضل عندنا بالموال إيقاع وشي شنو هذا الشي ما يصير ما يصير تنقالي شي أمور يقول إيقاع مثلا موسيقى ترجمة الموسيقى الخط الثاني للموسيقى الأكوردات البيز هذه الخطة الموسيقية ممكن لكن طبعا السبب هو بحسب اعتقادي الموال قد يكون سهل أو صعب بحسب قدرة الفنان أو المؤدي الأصلي له لكن لو كان المؤدي يعني بمعنى آخر عفوا قبل أن نروح إلى هذه النقطة بمعنى آخر أنا من أؤدي موال كأول شخص رح أؤدي صاحب الموال رح أؤديه بحسب قابليتي واللي آني أقدر عليه سواء كنت متمكن أو غير متمكن بالنهاية رح يطلع بصوتي كما هو ثم لما نيجي آخر ويريد يقلده بعد أن يكون محفوظا إذا كان الموال لواحد من المطربين المتمكنين هنا تظهر إمكانية المؤدي اللي يقلد أو يعيد تأدية الموال بصوته في تمكنه من أداء ذلك الموال بقوة وأيضا إفاء شخصيته على الموال يعني مو لأنه ماكو إيقاع ويا لا بس لأنه الموال يظهر أنه أنت متمكن في عملية التنقل بل أحيانا بالعكس تكون الأغنية أصعب من الموال لأنه في الموال كثير من الناس يقول لك أنا أخذ رحتي بالموال ماكو إيقاع يلزمني ماكو كلمة تقطيع الكلام يلزمني فهذا مو مقياس أبدا لكن ماشي هي أنه الموال يبين قابلية المطرب أكثر لأنه الموال يبين مدى تمكن المطرب من التنقلات النغمية ومن الارتجال والإضافات وبنفس الوقت هناك أغاني إيقاعية صعبة الأداء وربما تكون أصعب من الموال فمقياس سيف باعتقادي قد يكون خاص به لكن المشكلة أنه عممه على كل الفنانين وهذه طريقة خطأ في طرح الأفكار أما الفنانة العراقية رحمة فخلي نشوف الفيديو الخاص بها وكيف كانت تعليقات تفضلوا دلال بس عندي شغلة وحدة عندي فضول أسمعت بالحلقة جايب أغنية مودرن مو في الكلور ما أعرف ليش دائما رحمة مصرة على الأغاني المودرن نعم مهم جدا تقديم أغاني مودرن في المستقبل بس صوت كدلال عرفوا الناس وحبوا بالأغاني في الكلورية والتراثية التقليدية وانتوا قدمتوا البرنامج بدعاية كبيرة على أنه يظهر الأطوار والألوان العراقية وعلى هذا الأساس جدت دلال كموهبة رائعة قدمت الأطوار الريفية وأطوار البادية وهي ألوان عراقية خالصة مهمة جدا وفي هذا السياق لحد الآن هي ماشية ماشية صح في البرنامج وهي تقدم أغاني في برنامج الناس من خلالها مستعدين لتقبل هذه الألوان يعني هي مو خارج البرنامج وما فهمين الناس أنه هذا البرنامج ليقدم مواهب فمن خلالها ومن خلال البرنامج ممكن يسمعون هذه الأغاني ويتقبلوها ويفرحون بيها ثم شنو المودرن بالموضوع يعني هاي الأغنية مو مودرن صح اللحن قديم صح الكلام قديم لكن التوزيع مودرن الفرقة الجميلة مودرن هي أداءها مودرن هو شنو مفهوم المودرن يعني إلا تكون وحدة مثلا مثل أغانيك مثلا أو مثل أغانيك المطربات الأخريات ما أدري شنو مفهوم المودرن هس قدمت هي أغنية مودرن شنو مفهوم المودرن يعني شنو مصر على المودرن يعني من الأغاني الحديثة طيب الموهبة الرائعة دلال انعرفت وانحبت بهذا اللون الجميل وهي ماشي صح فليش احنا نخربط لها هذا الموضوع بالعكس نخليها نركز إلى أن نشوف أنه بدأ مستواها يهبط ذاك الوقت عند الجمهور كتقييم ذاك الوقت ممكن نقول غيري شوي اللون لكن لحد الآن الناس حاب بيها ومغرمين بيها وبهذا اللون فليش نحاول نغير من هذا الأسلوب اللي الناس حبوا دلال به أما الفنان حاتم العراقي حقيقة كان رائعا في طرحه كفكرة وليس كجانب موسيقي يعني هو ما طرح أي فكرة موسيقية أو أي تعليق موسيقي أو أي تعليق على الأداء لكن كان تعليقه كفكرة رائعة جدا وقد دحظ على الفور ما تقدمت به رحمة وخلونا نشوف الفيديو ونرجع نتكلم تفضلوا فناناتنا الكبيرات سليم أمراد زهور حسين عثيفة اسكندر أنا دائما أتمنى أن تطلعين نفس هاي الهيبة اللي هن بيها كان نسمعينها أحلى غانية عراقية وجميلة مثل ما كانوا يغنون يعني هنا حاتم وبكل جمال ينصحها أن تستمر على خط السيدات الفنانات العملاقات وهذا شيء رائع وعلى الأقل داخل البرنامج لأنه خطها صار محبوب مثل ما قلت لدى الناس وما دام هي ناجحة لحد الآن ليش تغير وتغامر بأغاني مودرن والحقيقة ما أعرف شنو مودرن يعني أنه لازم تكون هسة موجودة مثلا يعني من الثالي أغاني السريعة اللي دا تتغنى طيب ما هذه أغنية كانت مودرن أنا باعتقاد هي مودرن وسببت نجاح كبير لنجم الآن معروف على الساحة العربية ورفعت من نجوميتها لأنه قدمها بشكل مودرن عموما أنا أتوقع لدلال إذا استمرت في هذا الخط على الأقل في برنامج أن تستمر في البرنامج واتحقق لها بصمة وأعتقد أيضا أنه هي من الأصوات النادرة جدا والجميلة واللي راح يكون إلها مستقبل على أن تنتبه كثيرا لتفاصيل الأداء في الأغاني وما تكون سريعة أو سطحية التركيز مع الغناء وإنما لازم تركز بشكل دقيق على المقام وتسمعه وتتشبع به أتمنى للتوفيق وأتمنى لكم الخير والسعادة أصدقائي ونشوفكم في فيديو قادم إن أذن الله وشاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر